أهلا بكم من جديد حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس حذرت الحكومة من أن عودة المقاتلين التونسيين من الخارج قد يؤدي إلى صوملة البلاد وطالبت النقابة بمنع هؤلاء المقاتلين من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم وحذرت من أن عودتهم من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر معتبرة أن السماح بعودتهم سيشكل دعما للتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره واتهمت النقابة أطرافا حزبية تونسية لم تسميها بمحاولة تبيض المقاتلين التونسيين في الخارج وتتقدم المساعي الدولية في سوريا والعراق وتتحقق أو تحقق تقدما على حساب داعش وبقدر ما يشيع الأمر ارتياحا دوليا بعد الخلاص من التنظيم تزداد المخاوف في البلدان التي أتى منها الإرهابيون من مخاطر عودتهم إلى بلدانهم المركز الأوروبي للإرهاب كشف عن إمكانية عودة ثلث مقاتلي داعش الأوروبيين إلى بلدانهم مشيرا إلى أن بينهم من سيرجع وفي نيته القيام بعمليات إرهابية في بلدانهم ونبه التقرير إلى نساء المقاتلين المتواجدات في العراق وسوريا وأبنائهم واصفا إياهم بالخطر وأفاد التقرير الأوروبي بأن مسلحي داعش العائدين سيسعون إلى البقاء على اتصال مع التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقول الخبراء إن عدد الإرهابيين الأجانب كبير جدا تحديدا في العراق وسوريا حيث يصل عددهم إلى نحو ثلاثين ألفا ومع تراجع رقعة سيطرة التنظيم فإن عددا منهم بدأ العودة إلى بلدانهم ليس فقط إلى أوروبا بل وإيضا في تونس والمغرب والمنطقة العربية مشيرا إلى أن من الممكن أن يرتكب هؤلاء هجمات إرهابية أقوى بكثير في دولهم الأصلية ردا على الضغوط التي يعانون منها للحديث عن هذا الملف نرحب بضيفينا من الرياض البحث في شؤون الجماعات المتشدد حمود الزياد ومن عمان الكاتب والباحث السياسي سين الرواشدة أهلا بكم ضيفي أبدأ معك سيد حسين الرواشدة ضيفي من الأردن يعني مع تراجع تنظيم داعش ميدانيا في سوريا والعراق ما حجم الخطر الذي تشكله عودة المتشددين إلى بلدانهم بالتأكيد يعني هؤلاء يشكلون خطر واضح سواء بقيوا في بلدانهم من حيث اتصالهم مع عائلاتهم وذويهم ومحاولتهم تجنيد العدد من ما يسمى اليوم بإرهاب العائلة أو المجتمع أيضا وفي حال عودتهم أيضا يشكلون خطر باعتبارهم معبئين تعبئة إيدولوجية أو تعبئة تدريبية على السلاح وبالتالي أعتقد هنا قبل أن نجيب على مثل هذه الأسئلة أن نشير إلى مسألتين المسألة تتعلق برغبة هؤلاء بالعودة ربما بعضهم يرغب في العودة إلى بلاد وخاصة الذين غرر بهم أو الذين لا يملكون عمقا إيدولوجيا يدفعهم إلى البقاء هناك والقتال حتى الموت ثم الإشارة الثانية تتعلق برغبة بلدانهم في استقبالهم أو استعادتهم بعض البلدان أقفلت حدودها باتجاه هؤلاء وبعضها لا تسمح له القوانين بمنع عودتهم وبالتالي يحتسب لهذه العودة وطريقة العودة أيضا هناك من يعودون بطرق غير شرعية في بعض الأحيان تفاجأ بهم الدول وقد عادوا وهؤلاء يشكلون خطر داهم أكثر طيب ما الإجراء الأمثل في ظل يعني ربما أنتقل بالسؤال إليك سيد حمود الإجراء الأمثل للتعاطي مع من يود العودة من هؤلاء إلى بلدانهم الحقيقة أنه من الصعوبة السيطرة على ارتدادات الإرهاب وخاصة العائدين من داعش بعد هذه التجربة بعضهم قضاء ثلاث وأربع سنوات وبعضهم على مدى سنوات ماضية حتى قبل المشكلة السورية يعني هناك تجربة في الأرض العراقية بالتأكيد من يرغب هذا أمره ربما يكون أسهل لأنه سيتم التعاطي معه أمنيا مباشرة وبالتالي إخضاعه إلى برنامج على المستوى العدلي على مستوى عادة تأهيل على مستوى مراقبته لكن الخطورة في الذين يعودون دون أن تعلم عنهم السلطات يعني بطرق مختلفة هؤلاء من الخطورة بمكان حيث سيشكلون خلايا نائمة وبالتأكيد ثم يستهدفون بلدانهم أيضا لا ننسى أنهم تلقوا تدريبا يعني متقدما جدا وخاضوا معارك هناك وأيضا تعرضوا إلى صناعة في تلك المجتمعات المتطرفة التي يسيطر عليها داعش وبالتالي نحن أمام تغذية أيدولوجية وتدريب عسكري وأيضا تنشئ على مثل هذه المناخات وبالتالي هناك مخاطر كبيرة يعني تهدد العالم بعد حتى هزيمة داعش هناك لأن العودة من هؤلاء المقاتلين لأوروبا والمنطقة العربية سيكون نذير إلى مرحلة أخرى من الإرهاب الذي يستهدف هذه الدول بالتأكيد يجب أن تستعد له الدول جيدا لأنهم مقبلين على عمليات خطيرة ونوعية إذا ما حتى جرى تنسيق بين هذه الخلايا في مناطق مختلفة لأنهم تلقوا تدريبا على التواصل حتى وبالتالي التواصل عبر خارج الدول هذه لاستهداف أمنها والتبادل المعلومات بين بعضهم البعض طيب لكن سيد حسين هناك دعوات في تونس لسحب الجنسية من العائدين المتشددين وبريطانيا أطلقت قانون ضد الإرهاب يسمح أيضا بسحب الجوازات هل تنجح مثل هذه الاستراتيجيات أم تفاقم المشكلة في رأيك أعتقد أنها في ضوء المقاربات التي تمت في بعض الدول وخاصة الدول الغربية كالمانيا وبلجيكا وغيرها ثبت بأن مثل هذه الحلول لا تنجح لأنه اليوم عندما نتحدث عن الذين ذهبوا ليقاتلوا وتركوا وراءهم أسر وأولاد هؤلاء سيشعرون أيضا بالرغبة بالانتقام من المجتمعات التي لم تسمح لأبائهم أو لإخوانهم أن يعودوا أنا أعتقد أنه أمام الدول العربية اليوم والدول بشكل عام الذين ذهبوا منهم من مواطنيهم إلى جبهات القتال في التنظيمات الإرهابية حلين أو مقرجين المقرج الأولى أمني ويتعلق بالمحاكمات والمحاسبات والإجراءات الأمنية والاستخبارية من رصد ومتابع لهؤلاء العائدين والمقرج الثاني يتعلق بالمقاربة الإدماجية اليوم هؤلاء الذين ذهبوهم بالأصل مواطنون من الدول وبالتالي لا يوجد اليوم باستثناء بعض الدول التي تفكر بإصدار تشريعات تسحب منهم الجنسية لا يوجد في الدول العربية اليوم قوانين تمنع أي مواطن من العودة إلى بلاده وبالتالي أنا أعتقد حتى لو عاد وتمت الحلول الأمنية إلى متى سيبقى في السجن نذهب مرة ثانية إلى الحلول الإدماجية وبالتالي أنا أعتقد أنه أمام الوضع اليوم مقاصة مثلا في الأردن اليوم عندما نتحدث عن ما بين ألف وخمسمين لألف وخمسمين شخص لكن فكرة إعادة الدمج كثير من الخبراء يرون أن ما أن يدخل عدد من هؤلاء إلى التعبئة صح التعبير يصعب جدا إبطالها سيد حسين صحيح هذا يحتاج إلى يعني كما نصت على مذكرة التفاهم في روما 2011-2012 اقترحت 25 مخرج لتحسين دمج العائدين من جبهات القتال فيما يتعلق بدور الحكومات ودور المجتمع المدني أيضا يمكن اليوم أن نتحدث عن مثل هذه المقترحات التي لا يمكن أن نطلق عليها حلا معمما على جميع الدول لكن أعتقد أنه نحن أمام خيارين أسوأ وما مروا وبالتالي علينا أن نتعامل مع القضية في منظورها البعيد وليس في منظورها القريب لأن هؤلاء بعد 10 أو 15 سنة يمكن أن يكونوا أيضا خلايا نائمة لكن في التجربة أن بعض العائدين مثلا من أفغانستان في الحرب ضد روسيا وفي التجربة الأردنية أنه تم استعابهم تم الحوار معهم كثير منهم يعني عادوا إلى اندماج بالمجتمع واليوم في بعضهم حتى يتبوأوا مواقع متقدمة في بعض المراكز أنا أعتقد أنه مسألة التصنيف هنا ضرورية لمعرفة من ذهب ليقاتل من عبي إيدولوجيا من ذهب لأغراض مادي أعتقد أنه أولا إيجاد مخرج ضروري ثم دراسة الحالات كل حالة تبعا لظروفها مسألة ضرورية أيضا لكن هذا يدفعني لسؤالك سيد حمود أنهم سيواصلون لعب دور ربما ليس مباشر بصفة داعمين أو وسطاء وإن لم يعودوا للقتال بأنفسهم وذلك عبر الشبكة العنكبوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا هناك عدد كبير من الخبراء يرون أن المشكلة هي تفوق وتتجاوز قدرات الأمن كيف يمكن ضبط المسألة مسألة التواصل في ظل هذا الفضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد أن التهديد كبير مجرد عودتهم ويتلقوا تدريبات هناك استخباراتية عملياتية أيضا أدلجة إذا عادوا بإعداد بالمئات كل دول المنطقة إذا لم يكن آلاف المئات الذين لم يقتلوا هناك إذا ما عادوا دون أن يتم مرورهم ببرامج دقيقة جدا وبعد التأكد من أنهم خرجوا من هذه الأدلجة وهذا الانتماء الأيدولوجي لهذه التنظيمات عبر برامج دقيقة وعبر سنوات طويلة أنا أعتقد أنهم سيشكلون خلايا تستهدف أمن الدول التي يعودون إليها لا ننسى أن التجربة الأفغانية مختلفة عن التجربة في سوريا والعراق هناك ربما كانت بعض الدول دائمة أيضا لذهاب أولئك المجهدين في ذلك الوقت أو ما يسمى بالجهاديين في سوريا والعراق معظمهم ذهب بدون علم السلطات وبدون إذن السلطات وبالتالي هم ذهبوا بخلاف السماح والدعم وبالتالي هم في حالة عدام دولهم ودولهم في حالة رفض لهذا الاندماج وبالتالي أعتقد أنه من الصعب إدماجهم إن لم يكونوا مروا بفترة طويلة من المحاكمات والسجون وأيضا إعادة تهيئاتهم عبر برامج دقيقة ومراقبتهم مراقبة دقيقة التحدي كبير إذا ما عادوا في الفترة القريبة ربما إذا ما استمرت الأزمة لسنوات ربما القضاء على كثير من المقاتلين وبالتالي هذا قد يثبت من همم الباقين لكن في عودتهم في هذا الوقت تحديدا سيشكلون خطر كبير لكن رغم كل هذه الجهود مسألة تزايد عداد العائدين مع تضييق الخناق سيد حسين على داعش تحديدا في سوريا والعراق كثير من الخبراء يقولون أن مكافحة الإرهاب يرون أنها مشكلة تتجاوز حدود قدرات قوى الأمن اليوم وتبقى أنشطة مكافحة هذا الخطر محدودة ما التغيير المطلوب بعد كل هذه التجارب التي لم تنجح بالشكل المطلوب أعتقد أنه في الأردن مثلا التجربة الأحداث التي مرت في الأردن في الأسبوع الماضي العملية الإرهابية التي حدثت في محافظة الكراك تؤكد ذلك تؤكد أنه يمكن لهؤلاء العائدين لأن بعضهم أثنان منهم عادوا من القتال في سوريا من الإرهابيين وأثنان كانوا يريدون الذهاب وبالتالي يصعب على الجهات الأمنية مهما كانت قدراتها أن تضبط مثل هذه التحولات رغم أنهم كانوا مدعين في السجن وخرجوا من السجن بحاجة اليوم لمزيد من التطوير في التشريعات أولا مزيد من التطوير في البرامج الإدماجية وخاصة داخل السجون لا تنسى أنه أحيانا السجون تتحول إلى جامعات لتخريج الإرهابيين وبالتالي علينا أن نوجد برامج لإعادة تأهيل مثل هؤلاء لدينا في الأردن أيضا برنامج للمراجعات والحوار في بعض جوانب أثمر واستطعنا أن ندمج بعض الذين كانوا متورطين أو وقعوا في مصائد التنظيمات الإرهابية استطعنا أن نعيدهم محيانا وندمجهم في المجتمع بحاجة إلى قراءة هنا الجانب الاجتماعي في الإرهاب البيئات الاجتماعية التي تخرج منها الإرهاب لا يكفي أن نناقش قضية الإرهاب من زوايا سياسية واقتصادية لا بد اليوم أن يخضع مثل هؤلاء لدراسات اجتماعية ونفسية لأنه ثبت أنه وراء كل إرهاب منظومة من العوامل البيئية وعنوانها الفشل الفشل الذي يعاني منه الإرهابي في حياته وبالتالي أنا أعتقد أن أمكانية إدماجه مواردة طيب لكن هذا الفشل كثير من الدراسات تشير إلى أن بعض الدول والمجتمعات تتحمل نتيجة فشل هؤلاء وبالتالي إلى أي درجة سيد حمود تلتفت الدول إلى مسألة البناء من جديد خاصة دول أوروبية تعود من جديد لإيجاد حلول للمشاكل التي نتجت عنها تزايد عدد هذه الجماعات المتشددة أعتقد في التجربة الأوروبية هي تجربة أكثر تعقيدا لأن الكثير الذين انضموا لداعش تحديدا هي من المجموعات المهمشة والتي تم عزلها هناك في المجتمعات وبالتالي أرادت أن تعبر عن هوية جديدة ولذلك لم تجد أمامها إلا داعش عينما بتغلغة بخطابه وبالتالي وأثر فيهم وبالتالي إلى مجتمع جديد ربما يجدون أنفسهم فيه وبالتالي تعبير عن دواتهم هذا الخطر بالتأكيد الأوروبا ستشهد أخطار أكبر أعتقد من أخطارتي ستواجد دول عربية لأن العائدون من هناك هم غالبا يكونون منخريطين في خلايا مقاتلة ومدربة جيدا وبالتالي لديها أهداف ولديها اتصالات مع بعض المجموعات المهمشة وبالتالي تشكيل خلايا جديدة الخطورة هي أيضا استمرار حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة هذا سيكون حتى في حالة عودة هؤلاء سيكون ذلك مغذي لأن يستهدف الدول التي ينتبون إليها أو حتى عودة بعضهم مرة أخرى وبالتالي ذهاب وعودة وبالتالي استمرار يعني إنتاج الخلايا الإرهابية وإنتاج الأجال الإرهابية جيلا عقب جيل هذه المنطقة إذا ما استمرت اضطرابات فيها فإنها ستولد الكثير من هذه المجموعات الإرهابية إذن أشكرك أنت وقت هذا اللقاء السيد حسين أو حمود الزيادة الباحث في شؤون الجماعات المتشددة ضيفي من الرياض وشكرا جزيلا لضيفي من عمان حسين الرواشتة الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم ومشاركة هذا الحوار إذن مشاهدين مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة ألقاكم على خير